بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج فتاوى سائلنا الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم مع علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم يا شيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله وبرك الله فيكم واثابكم الله وأذكركم في مستهل هذه الحلقة بجوال البرنامج للتواصل عبر الويتساب وكذلك عبر الرسائل النصية فقط 0501785536 حياكم الله بداية مع علي الشيخ حفظكم الله هذا يسأل عن معنى كلمة النبأ في قوله تعالى عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن أي شيء يتساءل المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساءل الجواب عن النبأ العظيم الذي هو يوم القيامة والنبأ أصله الخبر من النبوة وهي الارتفاع أو من النبوة وهي النبوة عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون بعضهم يؤمن به ويثبته ولكنه لا يعمل وبعضهم يكذب بهذا النبأ كذبوا بيوم القيامة وبالبعث والنشور نعم نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله ونحن متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات أيضا من الأسلاة مع الشيخ عبدالله صالح بارك الله فيكم هذا بعث بهذا السؤال أيضا استفسر عن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم هذا أمر من الله جل وعلا بقولها أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة الصلاة المفروضة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة وليس المطلوب هو أداؤها شكلا وإنما المطلوب أداؤها شكلا واعتقادا وإيمانا بها لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادته وهي عمود الإسلام هي عمود الإسلام فلا يقوم الإسلام إلا على الصلاة كما لا يقوم البيت إلا على عمود فالصلاة لها أهمية عظيمة في دين الإسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر تارك الصلاة يكفر والعياذ بالله لأنه إذا أضاع العمود ينهدم البنيان فينهدم الإسلام بترك الصلاة نعم أحسن الله إليكم أيضا في الآية وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجل هذا حث على الزكاة والصدقات تقرب إلى الله بالصدقات وفي طليعتها الزكاة المفروضة التي هي قرينة الصلاة نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا يسأل بارك الله فيكم أيضا عن قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبح لله ينزه الله فالتسبيح هو التنزيح نزه الله عن النقائص النقائص والعيوب عن الشرك وعن البدع والمحدثات في الدين كل هذا لا يتقرب به إلى الله الله ينزه عن هذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي لفظ وهو للذي أشرك تركته وشركه وهو للذي أشرك وأنا منه بريء وما المقصود هو الأول والآخر والظاهر والآخر هو الأول الذي ليس قبله وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قولها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء نعم أحسن الله ليكم وعثابكم الله هذا يسأل حفظكم الله يقول ما حكم تأخير تقسيم الإرث وذلك لانتظار زواج البنات لا يجوز تأخير تقسيم الإرث بل يبادر بتوزيعه على الورثة إلا إذا كان تأخيره لغرض صحيح فلا باس بذلك نعم يقول أيضا سؤاله الآخر يقول ما حكم حرمان البنت الموظفة من الإرث بحجة أنها موظفة ولديها راتب سأل الله العظيم لا يجوز حرمان الوارث من إرثه ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لا يجوز هذا نعم أحسن الله إليكم أبو عمر من جدة يقول ما المقصود بالحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا هذا وعيد شديد على من قتل نفسه وأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة في نار جهنم نعم ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم نعم الحديث عام في أي شيء قتل الإنسان نفسه فإنه يفعله يوم القيامة بنفسه في نار جهنم أبو عبد الله من الرياض يقول بارك الله فيكم ما حكم تأخير الزكاة من رجب إلى رمضان حتى أدرك بعض الفقراء الذين يحتاجون هذه الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها وقت وجوبها بل يبادل بإخراجها في أي وقت إذا تم الوجوب فلا يجوز له تأخيرها الله جل وعلا يقول وآتوا الزكاة آتوا الزكاة هيدفعوها نعم هذا يسأل بارك الله فيكم يقول توفية الوالد رحمه الله ولديها مبلغ وديعة محفوظ من ست سنوات كيف أخرج zakaatها نعم توفية الوالد رحمه الله ولديها مبلغ وديعة محفوظ من ست سنوات كيف أخرج الزكاة عن هذه السنوات تخرج كل ربع عشر من كل سنة وتخفض زكاة السنة التي أخرجتها تخفضها من المبلغ تزكي الباقي في كل سنة نعم سؤاله الآخر يقول تواصل معي بعض المعارف يشكي قلة الحال من الصحة والمال وآخر عليه ديون هل أعطيهم من الزكاة مع العلم أستحي من ردهم لأسباب كثيرة نعم السائل له حق يقول صلى الله عليه وسلم ما أعطوا السائل ولو جاء على فرس الله جل وعلا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم المحروم الذي لا يسأل تعفى فما في شك الفقير له حق في الزكاة نعم هذا تركي بارك الله فيكم يقول حفظكم الله عبر جوال البرنامج كيف يطبق المسلم الجديد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع العلم أن لديه ليس لديه ثقافة دينية حتى الآن المسلم الجديد يذهب إلى المركز الإسلامي وهم يعينونه على أداء ما وجب عليه بعد إسلامه المركز الإسلامي وموجود والحمد لله في كل بلد تقريبا أو في كل دولة تقريبا هذا بارك الله فيكم يقول ما هو مفهوم الإحسان في الإسلام وما معنى قول الله عز وجل في هذه جزاء الإحسان إلا الإحسان الله جل وعلا بيّن هذا الإحسان أن تعبد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه فإنه يراك فتعبده على المشاهدة كأنك تشاهده أو المراقبة تراقب الله سبحانه وتعالى في عبادتك نعم نعم بارك الله فيكم أبو عثمان يقول ما هي شروط التوبة لمن يتراجع عن التوبة أحيانا ويرجع لما تعود عليه يكرر التوبة كل ما أذنب يبادر بالتوبة ولا يقول أن أتبت ورجعت عن التوبة ويترك التوبة لا يجب عليه التوبة كل ما أذنب وكل ما وجبت عليه التوبة يبادر بأدائها يقول السائل السعيد محمد من أبهى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يقول بارك الله فيكم كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات وينتقل من مرحلة الحرام إلى الحلال بدلوا الله سيئاتهم حسنات إذا تابوا إذا تابوا إلى الله جل وعلا فإن الله يكفر عنهم سيئاتهم ويجعل بدلها حسنات نعم سؤال الآخر يقول في حديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقب على بعيره قد أظله بأرض فلاه رواه البخاري ما المقصود بذلك؟ مقصود بذلك أن الله جل وعلا يفرح وذلك من حبه لتوبة العبد لتوبة عبده يفرح بذلك سبحانه فالله يفرح هذا من صفات الله جل وعلا أنه يفرح وأنه يغضب وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد نعم نعم بارك الله فيكم أم عمر تقول هل الذنوب تنقص الإيمان أو تمحو الإيمان؟ نعم الذنوب تنقص الإيمان الإيمان يجيد بالطاعة وينقص بالمعصية نعم نعم سؤالها الآخر تقول ما هي التوبة النصوح؟ الخالصة التوبة النصوح الخالصة يقال لبن الناصح يعني خالص من الغش نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله أيضا هذه إحدى الأخوات تقول بارك الله فيكم أبنائي أعجز أن أقيمهم للسلوات وخاصة صلاة الفجر وهل أنا آثمة في ذلك؟ وما هي نصيحتكم لـ نعم أصبري عليهم أيقظيهم للصلاة خصوصا صلاة الفجر أيقظيهم لها واصبري على المشقة وأنت مأجورة إن شاء الله وهذا واجب عليك نعم هذا السائل من الجزائر يقول عند زيارة المسجد النبوي هل يلزم أصلي الفروض الخمسة كلها في المسجد؟ لا يلزم هذا يلزم يعني اللزوم لا يلزم سنة زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه سنة والصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام نعم نعم سأله الآخر يقول هل تشد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا حرام وبدعه شر فلا يسافر الإنسان لأجل زيارة القبور لأن هذا وسيله إلى الشرك فالعجاذ بالله نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هل يصح للمرأة في عذرها الشرعي الدخول للمسجد والجلوس لسماع المحاضرة أو الدرس؟ لا لا يجوز لها الجلوس أما الدخول ليأخذ شيء والخروج من المسجد فلها ذلك أما الجلوس وهي حائض لا تجلس في المسجد واليوم الحمد لله مكبرات الصوت تؤدي الصوت لها ولو كانت خارج المسجد ولو كانت في بيتها نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله عبد الله من مكة المكرمة يقول ما الفرط بين الأحكام؟ سنة وسنة مؤكدة نعم السنة يعني غير واجبة ولكن فيها فضل فيها فضل عظيم والسنن في ثنقسم إلى سنن مؤكدة وسنن دون ذلك نعم والواجب والفرض الواجب والفرض بمعنى واحد الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض نعم أحسن الله ليكم هذه أحد الأخوة يقول راتبة الفجر ما هو الأفضل تصلى في المنزل أو المسجد الأفضل أن تصلى في المنزل ولكن إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد رفحتين نعم أحسن الله ليكم سعيد محمد من حائل يقول دفعا للبلاء والضرر هل يجوز الكذب على الوالدين في بعض الأمور حتى لا تحصل مشاكل؟ الكذب لا يجوز ولكن إذا كان الكذب لمصلحة ولأجل تطيب خاطر الوالدين إنها يجوز هذا للمصلحة في ذلك نعم هل يصح للمرأة الحائل قراءة كتاب التفسير؟ نعم الممنوعة من قراءة القرآن ومس المصحف مباشرة وأما كتب التفسير فلا تقرأ فيها لكن لا تقرأ الآيات وهي حائط تقرأ التفسير نعم توفي ابني وليس له أبناء راتبه التقاعدي هل يصرف للأب والأم أو للأم فقط؟ هذا حسب نظام التقاعد اسألوا أهل الذين يصرفون التقاعد لمن هو؟ نعم نعم بارك الله فيكم هذه سائلة تقول أخرج زكاة ذهبي في العيد ثم أصرف على أمي وأخواتي وخالاتي مثل أخرج زكاة ذهبي في العيد يوم العيد ثم أصرف على أمي وأخواتي وخالتي مثل العيدية هل عملي صحيح؟ لا إذا نويتها عيدية ما يصر صحيح ولكن أيضا لاحظي أنها لا تصح ولا تجوز زكاتك لأمك ولكن تعطينها من مالك لا من الزكاة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ سنة مؤكبة نعم والسؤال الآخر يقول علي أيمان ونذور كثيرة لا أحصي عددها كيف أكفر عنها؟ إذا كنت لا تحصي عددها فأنت معذور في هذا نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا أبو عبد الله يقول شخص توضى ثم وجد في ملابسه نجاسة ثم غسل النجاسة وتوضى ما حكم صلاته نعم يقول أنه في شخص توضى ثم وجد في ملابسه نجاسة ثم غسل النجاسة وتوضى ما حكم صلاته أدم غسل النجاسة صلاته صحيحة ولكن لا يتوضى مرة ثانية يكفي غسل النجاسة ما علاج الرياء والسمعة الإخلاص لله عز وجل أن يخلص عمله وقصده لله عز وجل ويستعيد من الشيطان إذا عرض له شيء من الوسواس يستعيد من الشيطان وأيضا هذه الأخوات تقول نصيحة لشابة كثيرة الوساوس في نية العبادات تترك الوساوس تستعيد بالله إذا حصل لها وساوس فإنها تتركها وإذا تقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس يعني الشيطان الخناس هذا الشيطان أحسن الله إليكم هذا السائل حفظكم الله عبر جوال البرنامج يسأل عن الغيبة هل هي من قوادح العقيدة؟ من قوادح العمل من قوادح العمل هو الذي يغتاب الناس فإنه عاصل لله عز وجل وظالم لمن اغتابهم وقد قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته ولا يغتاب بعضكم بعضا الله جل وعلا يقول ولا يغتاب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فمن اغتاب أحدا فكأنما أكل لحمه ميتا نعم نعم السائل يقول في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة هل تشمل من أختلف معهم في المذاهب؟ كل مسلم كل مسلم لم يخرج من الإسلام فإنه أخلك في الدين نعم سؤال الأخر سؤال الأخر هل تنزم أن أتبع مذهب في حياتي وأنا مسلم أم أكتفي بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ المذهب الصحيح الماخوذ من الكتاب والسنة هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله الولد العاق كيف نتعامل معه إذا كان موذياً للأهل وللجران وغيرهم؟ يصبر عليه مع المناصحة مع مناصحته نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة غير المسلمين هل هي واجبة على كل مسلم؟ واجبة على من عنده علم على من عنده علم في الدعوة إلى الله وأحكامها نعم بارك الله فيكم أذا سعيد من تبوك يقول بارك الله فيكم وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرى ما المقصود بالخير الذي نقدمه؟ وهل يشمل الطاعات الفعلية؟ الخير الثواب تجدوه عند الله تجدو ثوابه عند الله وأعظم أجرى يضاعف الله الحسنات إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف لا ضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله نعم هل كل من طلب الزكاة أعطيها إياه؟ أم أتحقق من ذلك؟ تحقق من ذلك ولكن السائل له حق تعطيه عن سؤاله نعم وهل يدخل في ذلك؟ وأما السائل فلا تنهر؟ السائل نعم من عموم الحديث يدخل في عموم الحديث السائل عن العلم السائل للصدقة للتبرع نعم الأخ عادل يقول كيف كانت سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض الشباب العاصين وتنبيههم في خطائهم ودلهم على الطريق الصحيح نعم الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه الطريقة التي يتعامل بها مع المدعوين نعم نعم محمد من اليمن يقول تنتابني أحيانا الشكوك وبعض الشرود الذهني في الإسلام وعن بعض الأمور الفقهية في ديني الإسلام كيف أتخلص منها من هذه الشكوك وهذه الوساوس بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه الشكوك والوساوس من الشيطان فاستعذ بالله وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم نعم يقول كيف أحمي نفسي من الأفكار الهدامة التي أتابعها عبر وسائل الإعلام بشكل عام تعلم العلم النافع واسأل أهل العلم عما أشكل عليك وجالس الصالحين نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذه سائلة تقول زوجي طلقني ونحن على جنابه جميعا هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق بارك الله فيكم هذا يقول حفظكم الله ما حكم أخذ الإجازة في القرآن الكريم من أجل الإجازة فقط لا بأس بذلك لكن يخلص النية لله ما يأخذها من أجل الإجازة إنما يأخذها تقربا إلى الله نعم مصاب بجلطة والحمد لله رب العالمين على كل حال أصلي الفرض والسنة جالسا هل عمل صحيح؟ إذا كنت لا تقدر على القيام فعملك صحيح أما إن كنت تقدر على القيام للصلاة المفروضة فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة نعم نعم نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بسؤال أم صالح تقول كيف يكون العدل بين الأولاد حيث أن هناك من يتميز عن الآخرين وأميل لأحدهم؟ نعم العدل بين الأولاد أن تعطي كل واحد منهم ما يحتاج وأن تنفق عليهم تتكفل بنفقتهم نعم على حسب الحاجة والإنحياز لأحدهم لا ما ينحاز لأحدهم لأن هذا يسبب العقوق نعم جزاك الله خير يا شيخ صالح وبرك الله فيك وفي علمك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا أيها الأخوة الأخوات إلى هنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاة وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء جزا الله الشيخ خير للجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته ومتعه الله بالصحة والعافية ونفعنا جميعا بما نسمع ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيب الدعاء نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء المقبلنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته